أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 148 ألف وظيفة جديدة في أيلول سبتمبر مما خيب الأمال مع تباطؤ نمو العمال منذ الصيف المسح الرسمي الذي يتابعه المراقبون باهتمام كبير كان من المقرر أن يصدر في الرابع من تشرين الأول أكتوبر ولكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي وزارة العمل قالت إن معدل البطال انخفض إلى 27 مئوية من 37% تنبؤات المحللين تحدثت عن إضافة 180 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي لكن الشركات أضافت 126 ألفا في حين أوجدت كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية 22 ألف وظيفة جديدة فقط مقاييس أخرى لسوق العمل في أيلول سبتمبر كانت متباينة حيث لم يتغير متوسط ساعات العمل الأسبوعية 34 ساعة ونصف إذ زاد أرباب العمل في كثير من الأحيان ساعات العمل للعمال الموجودين قبل إضافة جدد كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بواقع ثلاث سنتات أرقام البطالة الأحدث وبالنظر إلى الشلل الأخير للحكومة الاتحادية وأثارها على النمو المفترض فمن غير المرجح أن يقوم مجلس الاحتياط الاتحادي بتغيير سياسة التيسير الكمي الحالية